أنا لي عند حضرتك رجاء ممكن تدعي الأولادي بالهداية يا رب اهديهم يا رب واشرح صدرهم ورايح بلهم يا رب واجعلهم من أهل الإقبال ومن أهل السعة ومن أهل الرحمة ومن أهل الفضل ومن أهل الكرم واجعلهم يا ربنا طيبين مطيبين وهدئ بالهم يا رب العالمين وأكرمهم يا ربنا بكرمة الصالحين واجعلهم من أهل حب العبادة يا رب العالمين وأجعلهم من أهل من يذوقون حلاوة القرب في عبادتهم وأكرمهم بما تكرم عبادك الصالحين تدعي الأولادي بالإهداية تعبني وكل ما أطلب منهم حاجة بيعملوا عكسها حتى المذاكرة علشان ابني الصغيري ذاكي بيقول لي مش هذاكر غير لما يطلب حاجة المذاكرة مشروطة يعني وهو عمره تسعة سنوات وابني التاني اتناشا سنة مع العلم أن والده متوفي لطيف قوي الابن الصغير بتاع ده مش هذاكر غير لما أخد حاجة واضح أنه هو يا ستي عنده نعمل إيه بقى أول حاجة أن الأولاد في الوقت ده بيبقوا محتاجين للوالد جدا لأن لو هم ذكوروا كما هو واضح ده ذكروا ده ذكر ولدين فهما بيبقوا محتاجين مين محتاجين للأب عشان يتعلموا هم حاسين كده بأن هم بيكبروا وداخلين على مرحلة المراهقة واحد داخل على مرحلة المراهقة واحد في مرحلة المراهقة فبيحسوا بالإحساس بالاستقلال فمين اللي بمستقله وبيشايل وبيشايل البيت كله الأب فهم عايزين يتعلموا الرجولة والصفات الرجولة من الأب المشكلة أنه هو بيعتبر أن ممارستك للسلطة عليه نوع من أنواع منعه من بيعتبرها حاجتين نوع من أنواع منعه من الاستقلال ونوع من أنواع تصغيره تاني كده أعيد لك الكلام ده والكلام ده لازم تفهميه بدقة الأولادة عندنا بيعتبروا أنهما عشان بقى عندهم قدرة على أنهما يتعرفوا على معارف أكتر من الأباء أنهما بقوا متساويين معهم وده غلط؟ آه ده غلط بس هما دلوقتي فهمين ده؟ يعني أنا لما أقوله ده غلط يروح أعمل إيه؟ يعمل ريسيرش يروح شايف يقولي طب غلط في إيه ده علماء التربية ولم أعرفش إيه مختلفين وبعض الناس بتقولي الكلام ده فبيحس أنه أنه إيش مرجعية؟ كمان في مسألة في المسائل الذكورية فالمرجع بتاعهم هو الأب الله يرحمه ربنا إن شاء الله يجعله في سحي الجنات فهو بيعتبرك أنه أول حاجة أنت منعي من الاستقلال أنه يبقى راجل أنه يبقى صاحب قرار أنه يبقى بيفكر صح هو بيعتبرك أنه أنت بتعملي كده أمر الثاني هو مش عايز سلطة مش عايز سلطة ليه؟ قد يكون مش عايز سلطة لأنه بتفكره أنه هو ما عندهوش مرجع ما عندهوش سند ما عندهوش أب فمش عايزك تمرسي معه السلطة فلذلك اللي هو بيعمله إيه؟ ده اسمه التمرد وأنا بقى نصح حضرتك لو حضرتك بتعرف تقرأي إقرأي عن حالات الزات التبادلية أنت بتستخدم معهم الوالدية الرعية أو حتى الوالدية الانتقادية أو حتى الوالدية الرعية اللي هي فيها سلطة ما تعملش كذا عشان دوت غلط فأنت إيه؟ شايفهم أنهما لازم يشوفوك بشعر طويل وبشنبن في نفس الوقت فيشوفوك يا أب وأم حتى لو أنت بتمارسي أدوار الأب والأم يا أم مش هيشوفوك يا أب وأم مش هيشوفك أم بس مش هيقدر يشوفك أب فأنت بتقول له اعمل فهو مش قادر يعمل ليه طيب ما أنت شكلك ماينفعش أن أنا أمشي وراه في الصفات الرجولة فأنت بتعملي إيه دلوقتي بتعملي حاجة صعبة أن أنت بتقول لي كل ما أقول له حاجة يعمل عكسها اسمه تمرد وده طبيعي كن حضرتك بقى شايفة أن المسألة دي كارثة لأن أنت خايف عليهم لا يبقوا خايف عليهم من حكتين أن هم يتربوا تربية فيها ميوعة ويقولوا عليهم ما تربوش بطريقة صحيحة وخايفة كمان أن أنت تاخد لقب أن أنت فشلت في تربيته فأنت ما ينفعش تعيش الشعور ده خالص طب أنصحك بإيه بقى أنصحك بتالت حاجات الحاجة الأولانية لازم يبقى فيه مصدر ذكوري قريب يعني إيه نشوف جد جد من هنا أو جد من هنا يعني جد لأب أو جد لأم أو نشوف خال أو نشوف عم الأولاد يكونوا والخال طبعاً هيكون آمن نشوف خال نشوف عم ليه طيب عشان الأولاد يعتبروا ده مرجعهم الزكوري وده شيء مهم جداً جداً في اللي إحنا فيه ده يبقى لازم يكون فيه مرجع الزكوري الأمر الثاني والمهم أن أنت دايماً لازم تغيري طريقة معاملتك مع أولادك ولازم هم هيكونوا عايزين يشبوا بسرعة عشان ما يحسوش أن الفترة دي الفترة اللي هم محتاجين الأب فيها بتبقى فترة مؤلمة على أنت بس عشان حضرتك بس امرأة هم مش عارفة الفترة دي بتبقى مؤلمة جداً على الأولاد فيحبوا والرجالة قادرين على الإنجاز فهو عايز يقفز على هذه المرحلة فاللي حاصل إيه حاولي بشكل أو بآخر تعتبروهم كبار يعني أنت لازم تغيري نظرتك دايماً وتتعامل معهم على أنهم كبار فبلاش لغة الأوامر ولكن فوضيهم في أنهم يعملوا حاجات في البيت معاك فوضيهم في أنهم يعملوا كده ومعنى التفويد أنه لما يعمل حاجة ما ترجعيش تأيديها من تاني وخلاص عملها وإنه حاصل تحميسي يعني الولد الصغير دا اللي بيقولك مش هعمل حاجة غير لا مش هذكر غير لا ما تعمل له حاجة ده واضح أنه عنده مهارات بس أنت مش واخدة منه بارك منها يعني هو واضح أنه عنده مهارة التفاوض فأنت استثمر مهارة التفاوض ده أن أنت تنمي مهارة مهارات التواصل مع الناس والتفاوض مع الناس بدل ما يستخدمها في التمرد يستخدمها في إيه يستخدمها في إنشاء العلاقات وتحسين العلاقات وصيانة الحاجة التالتة اللي بنصحك بيها أن أنت تكتري من الأسئلة مش تكتري من الأوامر يعني لما تيجي تعرض عليهم الحاجة تسأليهم مش تي أمريهم يعني يسيبك من الجمل الجمل اللي فيها أمر ونهي واستخدم الجمل اللي فيها أسئلة وتكون أسئلة حققية طب نعمل إيه ده طب إنت إيه رأيك طب إزاي نجاد والمذاكرة طب إنت إيه رأيك نعمل إيه عشان نقدر ما يبقاش عندنا ملامة في المدرسة إن أنت مذاكرتش وإن أنت ما عملتش الأمور أسئلة من غير ما تكون الأسئلة دي لا أسئلة إيه حقيقية أنت بتجاوب بمكانه ولا أسئلة توبيخية استنكارية ما تبقاش الأسئلة لكن تبقى الأسئلة أسئلة إيه أسئلة حقيقية ده لو حصل التلات حاجة دول لو حصلوا منك وجود مصدر ذكوري مساعد تاني حاجة إن أنت تحاول يتفوضيهم وتعتبرهم إن أنت بتعامل مع ناس كبار تالت حاجة إن أنت تستخدمي طريقة في الكلام بعيدة عن الأوامر والنواهي ولكن تستخدمي طريقة أقرب إلى طرح الأسئلة وتسمعيهم مع تجديهم هم بيجاوبوا من نفسهم وهم بيلزموا نفسهم وساعتها يحسوا إن في مسافة قريبة بينكم جدا 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 وهم قادرين إن هم يكونوا معاك ويكونوا كمان إذا كانوا هم فقدوا سندهم ربنا يجعلهم من أهل البصيرة ويروا إن السند الحقيقي هو الله هم يشوفوا إن أنت ساعدتهم جدا إن هم يتجاوزوا في المرحلة دي إن شاء الله ربنا يكرمكم ويجعل الخير والبركة والنور والفضل والنعمة في أيديكم يا رب العالمين ويجعلكم دائما في حفظي وأمني وكرمي